السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مدخل إلى مبادئ الفيزياء 101 فيز هنتناول اليوم إن شاء الله الوحدة الثانية المتجهات وبإذن الله برضو هنتناول جمع وضرب وتحليل المتجهات طبعا المتجهات جميع الكميات الفيزيائية اللي احنا تناولناها في الجزء أو في وحدة الوحدات والكميات الفيزيائية هبارة عن أساسية ومشتقة يمكن تقسيمها إلى نوعين النوع الأول هو كميات قياسية والنوع الثاني كميات متجهة المتجهات جمع وضرب وتحليل المتجهات طبعا درسنا زي ما قلنا فيما سبق نوعان من الكميات الفيزيائية وهي كميات أساسية زي المسافة وزي الزمن وزي الكتلة وكميات مشتقة وهي برضو السرعة والتسارع والقوة جميع الكميات الفيزيائية هي أساسية أو مشتقة يمكن تقسيمها إلى نوعين النوع الأول هي كميات قياسية نسموها سكيلر كوانتري النوع الثاني هي كميات متجه اللي هي الفيكتور طبعا الكميات العددية القياسية اللي هي سكيلر كوانتريز وهذه الكميات بيلزم نتعرفها مقدار عددي عدد حقيق أو رقم يعني احنا وعندين عدد حقيق أو رقم يبقى ديها كمية قياسية وطبعا يبقى إذن هذه الكميات يلزم عشان نعرفها مقدار عدد حقيق أو رقم ووحدة فيزيائية يبقى عندي مثلا زي الكتلة الكتلة كمية قياسية كتلة عشرة يبقى دي رقم عدد حقيق ورقم وبعدين عشرة كيلو جرام وديها وحدة فيزيائية يبقى محتاجين عدد ووحدة فيزيائية من هذه الكميات الحجم الكتلة الزمن الشغل والطاقة تمام ودي كلها كميات فيزيائية قياسية زي مثلا حجم المقبار متين سنتيمتر مكعب أو رقم ووحدة كتلة الكرة تمانين جرام رقم عدد حقيقي ووحدة فيزيائية كميات متجه كميات المتجهة تمام زي ما قلنا احنا كمية القياسية يمكن تحديدها بالمقدار فقط only magnitude زي مثلا كتلة جسم 5 كيلو جرام أو مساعة قطعة مستطيلة مساعة برضو 30 مت مربع بهذا نكون قد حددنا الكمية الفيزيائية يبقى عشان نحدد الكمية من الفيزيائية نحددها فقط بالمقدار ومعاه وحدة فيزيائية كميات المتجهة كميات المتجهة وهي كميات التي يلزم عشان نعرفها ونحددها مقدار عددي عدد حقيقي موجب ووحدة فيزيائية شوف واتجاه يبقى فيها احنا ضيفنا حاجة مهمة جدا اهو كلمة اتجاه كلمة ايه كلمة اتجاه يبقى احنا عندينا الاتجاه ده اضيفة الى تعريف الوحدة ده الاختلاب بين هذه الكمية والكمية القياسية كمية القياسية مقدار فقط ولكن ده مقدار واتجاه له ادل اتجاهه ولا يتم بتعريفها الا اذا اكتمت هذه العناصر المقدار واتجاه زي مين من امسية هذه الكميات المتجهة السرعة القوة التسارع الازح يبقى الكمية المتجهة تحتاج الى ان تحدد تحدد نحتاج عشان نحدد تحتاج الى ان تحدد اتجاه بدافع المقدار كمثال تاني سرعة الرياح مثلا سرعة عشر كيلو متر لكل ساعة واتجاه غربا او شرقا او شمالا او جنوبا طبعا لاحظ هنا ان احنا احتجنا لتحديد المقدار اولا ثم الاتجاه ثانيا ويجب ان يكون معلوما لدينا ان التعامل مع الكيميات القياسية يختلف عنه في الكيميات المتجهة فمثلا عشان نجد محاصرة للكيميات القياسية الكيميات القياسية يتم التعامل معها جبريا فمثلا شخص يمتلك 15 قطع نقدية واكتسب 5 قطع اخرى ثم خسر 3 منها فتكون محاصرة ما معه كام اكتسب معه 15 قطع اكتسب 5 20 وخسر 3 يبقى معه 17 قطع كيميات المتجهة يكون التعامل اتجاهيا فمثلا اذا كان هناك جسم اثرت عليه 3 قوة فالمحاصرة بتعتمد على اتجاه كل قوة وقد نحتاج الى عمل تحليل المتجهات لاجاد المركبات الرئيسية والمركبات الافقية ثم نحسب المحاصرة ونحدد اتجاه لذا فان التعامل مع الكيميات المتجهة في اغلب الاحيان بيكون اصعب قليلا منها في التعامل مع الكيميات القياسية طبعا ازاي احنا بنمثل الكميات المتجهة تمثل الكميات المتجهة بسهم السهم اذا يدول عليه يدول على طول الكميات القياسية يدول على مقدارها الكميات المتجهة اتجاهه يدول على اتجاه الكميات المتجهة واد السهم اهو ده السهم طوله كان مثلا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة وان تو سري فور فور يبقى مقداره اربعة واتجاهه الاتجاه بيمين على الافقي بزاوية تلتين درجة نقطة بدايته هي نقطة تأسيره وتزرى في شكل ذاكري ده الموضح امامنا كمية متجهة مقداره كام اربعة وحدات وزاوية اتجاهها تلتين درجة وتؤسف النقطة مين في النقطة يبقى اولا نحسب طول السهم اهو طول السهم من النقطة دي من بدايته لنهايته طوله كام اربعة وحدات ثم الزاوية مع الافقي كام تلتين درجة اهي اهي تلتين درجة والنقطة اللي بأسف فيها كام في نقطة الف يبقى اذا اذا عيننا او حددنا في هذه حالة الكمية المتجهة مقدارا واتجاه ازاي نمثله يمكن تمييز الكمية المتجهة عن الكمية القياسية وذلك بكتابة المتجهة بخط عريض ايه كما هو مستخدم في الكتب او بوضع اشارة سام اعلى الرمز ايه كما هو الحال في الكتابة اليدوية يعني ايه يعني احنا مثلا في الكتب ممكن نكتب خط عريض خط بولد ازا كده سميك اهو لكن احنا مثلا بنكتب على الصبورة مش هنكتب انه نكتب نعمل بولد لا سهل جدا انه نعمل ايه وعليها سهم يبقى ده يعبر عن الكمية المتجهة لكن ايه عادية كده او رمز عادي ده بكمية قياسية يبقى يمثل المتجهة ايه بهذا السهم اهو ده عبارة عن كمية متجهة سهم وخط وبولد والبولد ده او العريض يعبر عن كمية ده اول حاجة تساوي المتجهات متى نقول ان المتجهين ايه هو بي متساويين متى ان المتجهين ايه هو بي متساويان اذا كان لهم نفس المقدار ونفس الاتجاه ونفس الوحدة ان وجدت اي ان ال ايه تساوي البي اذا كان مقدار ال ايه يساوي مقدار البي وكان السهم الممثل للمتجه ايه يوازي السهم الممثل للمتجه بي كما بشكل او عندي ناجح عندي شكل ده كما في الشكل أدي الشكل ده أدي الأيه متجه أه مكتوب أهو عريض الرمز عريض يساوي المتجه بي أولا في نفس المقدار يعني طول الأيه كده طول بي وبعدين نفس الاتجاه هما في نفس الاتجاه وكذلك المتجهان ما لهم متوازيا يبقى إذن إذا كان مقدار أه يساوي مقدار بي وكان السهم الممثل يوازي السهم الممثل المتجه بي يبقى المتجهان المتساوي برضو جمع المتجهات إذا نجمع متجهين يمكن جمع المتجهات التي تعبر عن كمية فيزيائية متشابهة مثل جمع المتجهين مثلا للقوة ولكن لا يمكن أن نجم مع متجه قوة مع متجه سرعة طبعا لا يبقى لازم كميات فيزيائية متشابهة قوة مع قوة سرعة مع سرعة تسارع مع تسارع ليه بقى؟ لأنه مختلفين في الأبعاد لا يمكن أن نجمع متجه قوة مع متجه سرع أو قوة مع متجه التسارع ليه؟ لاختلافهما في الأبعاد وذلك ينطبق أيضا عند جمع الكيميات القياسية ما نقدرش نجمع كتلة مع مساحة أو كتلة مع زمن لا كتلة مع كتلة زمن مع زمن وكلهما كميات قياسية عشان نجمع متجه A مع متجه B بتكون محصيلة متجه جديد اسمه R أو R بيسوي A بلاس B ولاحظ أن جمع المتجهات برضو لهم خاصية تبديل يعني A بلاس B هو نفسه ب بلاس A دي اسمه خاصية تبديل عشان نجمع محصيلة مجموعة من المتجهات إذا كانت جميعها تعمل على خط عمل واحد فإنها تجمع جمعا جبريا بإشارته كل المتجه بالإشارة بتاعته وذلك بعد اختيار إيه؟ اتجاها معين يكون موجبا وإذا تساوى مقدار متجهين وتضادة تجاههما كانت محاصيلة هما تساوي سفر يعني أنا عندي متجهة زي كده المتجه ده A أهو A شوف أنا حاط عليه سهمهم والمتجه B كم موترين كد بعض لما جمعهم مع بعض يعني A بلاس B ساوي زيرو لأن ده في الواقع A بلاس ماينس A هما كد بعض يبوا يساوي سفر يبقى المتجهين إذا تساوى مقدار متجهين وتضادة تجاههما كانت محاصيلتها بيساوي زيرو إذا لم يكن خط تأثير المتجهات واحدا فإننا نجد محاصيلتهم بأحدى الطريقتين أول طريقة طريقة متوازل أطلع احنا بنعمل محاصلة متجهين بطريقة متوازل أطلع حاصل جمع المتجهين مثلا A و B هو متجه ثالث C ويسمى هذا المتجه الثالث بالمحاصلة وعشان نجد عملية الجمع نقوم برسم أحد المتجهين أولا وليكون A بمقياس رسم ومناسب ثم من بداية المتجه A نرسم متجه B بنفس مقياس الرسم ثم نكمل A رسم متوازل أطلع فتكون المحاصلة هي قطر متوازل أطلع الذي ضلعها المتجهين هما A و B كما هو موضح بالشكل يبقى أول حاجة أنا عملت A رسمت A آدي A تمام رسمت A بمقياس رسم ومناسب ثم من بداية المتجه آدي البداية رسمت المتجه الثاني B يبقى أنا عملت الأول عملت A تمام بمقياس رسمت بمقياس رسم ومناسب ثم من بداية عملت بي تمام بنفس مقياس الرسم مقياس الرسم سنتي ميلي تمام وبعدين كملت متوازل أطلع المقدر ده أهو القدر ده اللون الأحمر هو عبارة عن C أهو ده عبارة عن المحاصلة بتاعة المتجهين اهو